شعرنا بالتفاؤل لدى إعلان شركة فايزر انتاج لقاح لفيروس كورونا وبدأنا نعود الأيام لهذه اللحظة التي سنأخذ فيها الإبرة، القطرة، البخة المهم أن ينتهي الكابوس الذي عشناه على مدى عام كامل لم ينضي أسبوع على هذا الخبر اللطيف حتى أعلنت شركة أمريكية أخرى وهي موديرنا انتاج لقاح آخر وأثبت فعالية في التجارب بنسبة أعلى من لقاح شركة فايزر طيب نحن الآن أمام لقاحين أمريكيين لكن ما الفرق بينهما فعالية اللقاحين متقاربة جدا فبلغت نسبة الوقاية عند المتطوعين الذين أخذوا لقاح فايزر 90% بينما بلغت نحو 95% بلقاح موديرنا اللقاحان يتبعان نفس الآلية في العمل وعلى جرعتين بينهما ثلاثة أسابيع بالنسبة للقاح فايزر وأربعة أسابيع بين الجرعتين لموديرنا لقاح موديرنا يبدو أسهل استخداما من ناحية التخزين والنقل إذ يبقى مستقرا بدرجة 20 مئوية تحت الصفر لمدة قد تستمر لعدة شهور لاحظوا هنا التخزين أما لقاح فايزر فيحتاج إلى درجات حرارة 70 مئوية تحت صفر لمدة خمسة أيام فقط بعدها يفسد فور إعلان الخبر غرد الرئيس الأمريكي والمنتخب جو بايدن ويقول الأخبار بشأن اللقاح الثاني تعتبر سببا إضافيا للشعور بالأمل أما بالنسبة للرئيس ترامب فغرد بالقول بالنسبة لهؤلاء المخرخين العظماء أرجو أن تتذكروا أن هذه الاكتشافات العظيمة التي ستقضي على وباء الصين حدثت جميعا أثناء قيادته المغردون تفاعلوا أيضا مع الأخبار الجديدة للقاح الجديد يقول المبتعث شركات طبية تجارية لا يثق في بياناتها هدفهم تجاري أكثر ما يكون إنساني محمد يوسف يقول سننتظر انتهاء مزاد رفع نسب فاعلية لقاح كورونا من الشركات المتنافسة حتى تصل إلى 100% من سيزيد إلى 96% بعد أن تجاوزت موديرنا فايزر وسبوتنيك نصر الدين نصر الدين لديه تغريدة أيضا يقول بها حسب صحف أمريكية فإن أسعار اللقاح التي تم اكتشافها مؤخرا لوباء كوفيد 19 ستكون باهضة الثمن خاصة على دول العالم النامية لقاح موديرنا الأمريكي بحدود 37 دولارا جونسون أن جونسون بحوالي 27 دولارا ولقاح فايزر بنحو 17 دولارا تغريدة أخيرة توقف عندها من الدكتور عبد القريم قزيز يقول ستكون ملايين الجرعات من هذه اللقاحات متوفرة مع نهاية العام لبعض الدول أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية ولكن السؤال متى ستصل هذه اللقاحات إلى الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل وبشكل أهم الدول المتضررة بالنزاعات بالنسبة للدول العربية ستحصل على حصتها حسب سياساتها مثلا المغرب لن يستخدم اللقاح الأمريكي لأنه ينتظر شهر المقبل دفعة أولى من عشرة ملايين جرعة من لقاح صيني تعمل على تطويره شركة سينوفارم أما بالنسبة لمصر فاتفقت على حجز كمية من لقاح أوكسفورد من هنا من خلال شركة أسترزينيكا وهي تنتظر عشرين مليون جرعة من اللقاحات التي ستحصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية وفقا لاتفاق التحالف الدولي للقاحات والأمصال جافي لدينا أيضا السعودية لا تزال تنتظر نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كيمارك كيمارك مشروع سعودي صيني ضمن اتفاقية بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية مع شركة سينوفاك الصينية ينضم إلي عبر خدمة سكايب من بيروت الأستاذ والباحث في علم الفيروسات الدكتور حسن زراقت مرحبا بك يا دكتور حسن ما هي معايير انتقاء اللقاح بالنسبة للدول؟ هل هو سعره؟ هل هو فاعليته؟ أم قيم الصداقة المشتركة والسياسات بين الدول؟ مرحبا طبعا هو مجموعة من العوامل التي ذكرتها حاليا إذا قررنا مثلا مع الدول الغربية الدول الغربية عملت اتفاقيات مع عدة شركات لتنويع خياراتها ومنها الشركات المحلية التي استثمرت في تطوير برامجها للوقاحات أما الدول العربية فهي معتمدة على الشركات الغربية وبالتالي خياراتها محدودة من ناحية السيطرة أو السلطة على هذه الشركات بالنسبة للأولويات حسب منظمة الصحة العالمية من هي الدول التي ستحصل على اللقاح مسبقا أو بشكل فوري؟ بحسب منظمة الصحة العالمية واتحاد كوفاكس سيكون هناك جهد لتوزيع عادل للدول المشاركة فيها التحالف إن كانت فقيرة أو إن كانت غنية وحتى التسعير أخذ بعين الاعتبار أنه إمكانية أعطاء توزيع عادل بحيث أنه حتى الدول الفقيرة تقدر أن تدفع ثمن فبالتالي بعض الدول غنية يمكن تدفع أكثر من الدول الفقيرة بس هذا للتأكيد أو للتوفير الإمكانية لحصول توزيع عادل للقاح دول محاصلة وتشهد حروبا ونجاعات؟ كل الدول التي ساهمت بهذا التجمع ستحصل تدريجيا على لقاحات ولكن هناك نوعين من الاتفاقية مع منظمة الصحة العالمية أو اتحاد كوفاكس نوع الأول هو الدولة تستطيع تحديد أو اختيار اللقاح الفعال أو اللقاح معين للحصول عليها أو مجموعة لقاحات وهذا خيال أغلى من الخيال الثاني اللي هو أنه أنا بيدفع مساهم كدولي وبحصل على أي لقاح تعطيبه وتعطيبه الـ WHO ونظم صحة العالمية فعال طيب إذا كان لقاح موديرنا ثمنه 37 دولارا والآخر بـ 27 والثالث بـ 17 من الذي سيدفع إذا ما تحدثنا عن دول مثل اليمن مثل سوريا دول مثل الصومال من سيدفع هذه المبالغ؟ مبالغ هذه حتى إذا ذكرنا لبنان لبنان كمان بوضع عمالي جدا صعب وبالتالي هذه الدول ستكون معتمدة إذا استطاعت على كروض خارجية أو من الدعم الموجود لأيها من منظمة اليونسيف فبعض هذه الدول ممكن تحصل على جزء من هذه الميزانيات التي كانت مرصودة للقاحات بشكل عام وتستخدمها من أجل الكوفيد بس حتى لو قدرت تحصل على الحد الأقصى من هذه اللقاحات المسموحة فيها باتحاد كوباكس اللي هو 20% فإذا ما زال عندها 80% من السكان يلي ما حتقدر تفروا اللقاحات كل شكر لك الأستاذ والباحث في علم الفيروسات الدكتور حسن زراطت شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر